حضرت نقام سببتر ادي الابيكيشن نحن نطرق اليوم الى عمليات ملتبليكيشن بلناك فرصة الاتي اتي سيكس الامر اللي موجود عندنا قرح ندر ساهبه اليوم هو الامر الملتبليكيشن الاقتصار ماله اللي يستخدم الاسمبل هو ام نيو اغ يجي بعد اوبراند واحد اوبراند واحد هو ممكن يكون رجستر او ممكن يكون ميموري ما الملاحظة انه ما نقدر نستخدم ملتبليكيشن كامل قام نستخدم اخدام وانها نستخدم امر 15 وانها نقوم بتحديد اجازة اي قيمة الاحزمة احملها في داخل من انواع من انواع او اي او و وال مولتبليكيشن وموقع ميموري ممكن حسب المعطيات والمواصفات او برسال اتي سيكس انه انا لا padd انسو حملية اوبراند واحد الاوبراند الثاني رح يكون الريجستر اي ال ان كان الاوبراند اللي موجود دي الامر حجم اتبت فالاوبراند الثاني رح يكون هو الريجستر اي ال الجزء السفلي او من الريجستر اي اكس اللي هو فقط ال اي ال رح تنضرب اي الوبراند اما اي الريجستر اللي موجود او الميموري داتا النتيجة مع عملية الضرب رح تنخزن برجستر اي اكس لكن ان كان الريجستر هنا المستخدم او الميموري هنا المعلومة مات تذي موجودة حجمه 16 بيت حجمه 16 بيت رح تكون عملية الضرب مع رجستر اي اكس معنات احنا اذا داتا عندنا ثمانية بيت رح نضرب حوية ايلو واذا 16 بيت رح تنضرب ويا اي اكس الوبراند النتيجة رح تنخزن 16 بيت مضرب 16 بيت حيكون الناتج حجمه يحتاج 32 بيت فالنتيجة رح تنخزن في رجسترات اثنين الريجستر الاول اللي يحمل الريجستر اي اكس والريجستر دي اكس رح يحمل الموز سيكون الريجستر اي اكس اللي هنا هنه هسا المجموعة البتات النهائية واثنين وتلاثين بيت ومثاله هنا هنه عندنا موف ايلو بالرقم ميتين ميتين بالديسيمول تكفي انه تنخزن في ات بيت الريجستر اللي هو ايلو الامر الثاني موف بيلو بقيمة اربعة ملتبلاي بيلو مع منو بي ملتبلاي بيلو مع الايلو ليش الايلو هو الديفولت ريجستر اللي رح ينضرب ويو ان كان القيمة اللي حنضرب بيها حجمها اثبت الريزورت هنا رح تكون بريجستر اي اكس اللي هي قيمتها 800 بالديسمر ومتكافئ 0 380 بالهكس الديسمر الامر الآخر اللي رح نمر عليه هو امر التقسيم الصيغة مرطة اللي تسقدم بالاسمبلي لانجوش هو فراغ ويجي اوبراند واحد الابراند هو اما رجستر او ميموري الابراند الرجستر او الميموري ان كان حجمه ثمانية بيت فرعناته القيمة اللي رح تنقسم على هالثمانية بيت تكون موجودة بريجستر اي اكس ناتج القسمة للريجستر اي اكس اللي هو في كل احوال اللي رح نقسمها على الابراند اللي موجوده الامور ناتج القسمة رح يكون الاسمبت نقسمها على ثمانية بيت رح نحصل على نتيجة تكفي انه تضع يتم وضعها في الريجستر اي لو فنتيجة لعمالية القسمة بالامور ديف حتنجدها بالرجستر اي لو اي هاي رح يحمل الباقي اهو المجولة اللي يتمثل كم بقى نسبة الى الابراند اللي مقشوم عليه يعني هنانا الاناخد المثال هنانا موف اي اكس 302 دسمال موف بيلو اربعة هنانا اذا رح نسوي عملية قسمة رح يقسم محتويات الابراند على البيلو اللي هو هنا رح يستقلم كاوبراند على اربعة النتيجة هنانا رح يكون الريزولت رح تكون خمسين باقي عدنا ثلاثين خزين بالرجستر اي هاي عدنا في حالة النتات عدنا سايند ونبدأ نستخدم الامر المل اللي مرأ عليه سابقا نحتاج نستخدم امر جديد اللي هو يجي ايضا ويا نفس الصغر اللي مرأت علينا سابقا اللي هو الوبراند واحد اما رجستر اما ميموري العملية اللي حتم بالضبط مثل لكن الامر الى قدرة انه يتعامل ويفهم نغاتف نمبرز يعني مثلا لمن نريد نضرب العملية اللي حنسويها لازم نستخدم الامر نجي نحمل المحتويات مالة الى واحد من الرجسترات او لازم يكون اجبار ان الرجستر اللي حيدخل بالعملية هو واحد منهن الايلو الرجستر الثاني مخير انت حسب المتوفر من الرجسترات اهنا بالمثال مالتنا مستخدمين احنا الرجستر بيلو حملنا من عملية اذا ننفذ الامر رح يطينا رزول صحيحة من تايمز مينس فور حيطلع رزول الوحيد الامر اللي حيقدر يفهم هو شوان ينخز للمقيمة المينس تو برجستر ايلو حتى نخزن بل المينس تو هنجي على القيمة تو نسوي لها توز كومبليمانت توز كومبليمانت نخزن النتيجة مالة توز كومبليمانت للمتغير تو اللي هو يمثل المينس تو حتى نتخزن برجستر ايلو فالايلو او الماكروف وصار يفهم على اساس انه هي توز كومبليمانت الاساسية فهنا هنا عندنا لما تو هي توز كومبليمانت مالتها هو عبارة عن زيرو اف اي بالهكسة وال نجاتيب فور هو زيرو اف سي بالهكسة نفس الشي عندنا بالنسبة للقسمة عشن عندنا الامر الـ الـ اي ديف ياخذ او واحد اما رجستر او ميموري العملية اللي رح تتم لما نفذ الامر اي ديف ال ماكرو سار ال ات ات سي انه هياخذ محتويات رجستر اي اكس في كل الاحوال عملية القسمة اي اكس ستتقسم على الامر اذا كان الامر حجمه اثبت اذا كان الامر حجم اثبت اهنا عملية حتكون شنو الريزلط الناتجة من قسمة الـ اي اكس على الامر ستنخز بال رجستر اي لوقت الـ رح ياخذ يكون بالباقي الساين او العلامة للباقي هي حتكون نفس العلامة او نفس الساين اللي كان ما اخذها الريجستر اي اكس شون هنا مثلا اهنا عدنا اي اكس ثلاثة اي اكس اذا اريد نقسم ثلاثة تقسيم اثنين حيكون نتيجة ناقص واحد وراح يكون عدنا باليد باقي واحد لان اي 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 ياخذ اشارة اي اكس في العملية اللي تمت بالامر اي دف ان كان ال او 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 موجود ال رجستر او ميموري من نوع 16 بت العملية ستكون قسمة متغير حجم 32 بت على او او حجم حجم بت المتغير لازم يكون مخزون بالرجسترات اي اكس دي اكس اي اكس دي اكس فهنا سيكون عدنا 16 ب 16 22 و 30 بت حتنقسم على ال الابراند اللي موجود الامر ايدل ان كان الابراند حجم 16 بت معناته ان كان عندي رجستر بي اكس او سي اكس او دي اكس وسو الامر ايدل معناته في كل الاحوال رجستر اللي يقسم على الابراند موجود المعلومات في اي اكس و دي اكس ناتج القسمة حيكون حجم 16 بت ينخزن رجستر اي اكس ال دي اكس رح ياخذ الباقي من ناتج الباقي اللي هو الموجولة الموجولة اللي هي الباقي نسبة الى ال ال الابراند الاشارة ايضا بال هي تكون نفسها اشارة الداة الاساسية اللي موجودة بال دي اكس اي اكس اي اذا رح نمور على ال 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 ادنى ثلاثة عمليات منطقية هي الاند وال ار وال اكس ار هاي الاوامر التلافة الى الصيغة العامة ان هي تكون في بداية الامر الاند او 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 ايجي بعدها ال اول ممكن يكون رجستر او ميموري او او الثاني رجستر او ميموري او داتا قيمة مباشرة العملية اللي يتم هي تكون بت باي بت او يعني اذا الاند فرح تكون البت الاول من ال الثاني البت الثاني والبت الثاني بال او البت الثالث بال او او هكذا بت مع بت حتتطلع النتيجة وتنخزن بال النتيجة من عملية الاند او او ستنخزن بال عملية تحتاج ان متساوين بالاحجام الملاحظة الاخرى انه ما نستخدم سيجمانت رجستر اي من السيجمانت رجستر او ال دات سيجمانت الاكسرا سيجمانت ممكن يدخل في عملية منطقية في لوجيك أوبرايشنز هاي أوبرايشنز المنطقية نستخدمها في الاغراض ثلاثة مهمة اللي هو اذا نريد نسوي مجموعة من البت او نريد نعرف هذان قيمت هنا اتغير الى واحد او صارت صفر البت واحد او مجموعة من البت او اذا نريد نسوي set او نحاول الى واحد او نحاولها الى صفر لبت معين او مجموعة من البت داخل معلومة معينة او اذا نريد نسوي موف للبت ما بين الرجسترات انه واحد من البت فقط نريد ننقله من مكان الى مكان فهاي العمليات الاند والاور والاكس او نقدر استعمالها ايضا كل هاي العمليات المنطقية تأثر او تغير قيمة status flags status flags تعكس ينعكس الناتج لتولد بعد النجاز العملية المنطقية ينعكس على status flags احنا نمر بشكل سريع على الاند والاور والاكس 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 ما لحد منها الاند ان كان اي واحد من الاوبران تصفر فالرزلط تكون صفر اللي اذا كان 2 اوبرانز قيمتها واحد فتكون رزلط قيمتها واحد الاور لان اي واحد من الاوبرانز قيمتها واحد رح يكون رزلط واحد اللي اذا كان 2 اوبرانز صفر فتكون رزلط صفر الاكس والاكس والاكس المادة انه اي الاوبرانز اللي داخله الى الاكس اوبرانز ان كانت مختلفة ان كانت ممش متشابهة. هتكون المدخلات لو ان كانت متشابهة هتكون صفر في ان كان زيرو زيرو فيس افران وان كانت واحد بواحد هتكون ايضا زيرو. اذناول ايضا الامرين نوت وهي من ضمن النوت ياخد او ممكن يكون حجمة او ممكن يكون حجمة سبت عشبت. ايضا هذا الرجستر هو اللي نفسه رح يخزن برغم ننفذ الامر نوت او اذا ننفذ الامر نكتب مثال هنا اذا ناخد الامر موف بالميموري مئة وعشرين القيمة زيرو فلما نجي نسوي نوت للميموري مئة وعشرين الميموري ادريس اللي قيمته او عنوانه مئة وعشرين فاي شي موجود بالذاكرة قيمته صفر رح يصير واحد وايشي بالذاكرة لعنوانها مئة وعشرين قيمته واحد رح يتحول الى صفرة فهنا المثال عدنا المحتوى تقولها صفار فراح تتغير قيمتها رح صير اف اف هنا موجود صفر اضافي هذا فقط لانه لما نريد نكتب الرقم ما نبديه بحرف نخلي صفر ان كان اول قيمة تكون حرف فبالحقيقة هان عدنا الداتا هي اف اف اللي يتمثل كل البت الموجودة باللميموري مئة وعشرين قيمتها واحدات الامور نكتب شنو فرق عن الامور نوت النوت يغير الصفر الى واحد والواحد الى صفر النكتب يسوي يحسب السالب للسورس او لل اوبراند اللي مرتبط بل الامور نكتب يحسب انه النكتب ماليا كأنما اخذ الداة اللي معرفة بالفارس البراند اللي مرتبط بل الامور النكتب يضربها في ناقص واحد ويرجع يخزنها في نفس الموقع اللي موجود بل امر نكتب مثال نأخذ هنا نقول Use memory location 120 اللي يحوي FFX اللي هي قيمتها معناتها negative 1 On the instruction negative اللي أريد نسوي negative إلى memory 120 نجي أول مرة نقرأ محتوياته هنا نقطينا بالأكزامبل محتوياته هي كانت FF فلما نجي negative معناتها negative 1 رح يصير إلى negative مضروبة في ناقص 1 رح تكون result زادا 1 فإذا وراء من نفذ الأمر negative memory location 120 حيكون المحتوىات ماتة فقط واحد بينما هي كانت 0FF فمعناتها هذا الموقع إذا أريد نسوي إلى Note رح يتكون قيمتها 0 إذا أريد نسوي إلى negative نحسب negative للدات الأساسي اللي موجودة بي فهو FF معناتها ناقص 1 نكتب إلي كون زائد 1 لدي أيضا الأمر test اللي هو يعتبر من ضمن logic operations الأمر test يعمل بالضبط كأنما الأمر لكن ما يخزن نتيجة لا يخزن نتيجة في أي مكان فقط نتيجة العملية اللي نفذها اللي هي الـ تنعكس وتأثر على status flags على الفلاغ الرئيسية اللي هي هذا الأمر test يستخدم حتى نقدر نسوي أو ناخذ على أساس النتيجة قرار بدون ما نغير قيمة الداتا اللي إحنا محصلين عليها نقدر نقرر لأنه هتغير قيمة zero flag أو sign flag أو part flag وأو كوامر تقدر تتحسس قيمة zero وتسوي fast action حسب قيمتها فتست الأمر مصمم حتى ناخذ قرار بعده قمنا أيضاً الامر compare من ضمن الامر compare يحتاج توقف ممكن تكون رجستر بميموري أو رجستر برجستر أو رجستر برجستر أو أي واحدة من هذه التشكيلات ممكن تستخدمي الامر compare خناة compare يحتاج توقف امر compare ينفذ عملية subtraction اللي يسويه نطرح الأوبراند الثاني مثلاً هنا الميموري من الفلس أوبراند لكن النتيجة ما يخزنها في أي مكان أيضاً مثل الامر test فقط يعطي كسى result على status registr result ما تنخزن بأي مكان لكن status flags رح تتأثر تبعاً للامر compare اللي هو ينفذ عملية subtraction